بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم الهافي يا أصدقائي أنا عمر ربابا رجعت لكم اليوم فيديو جديد تطبيق جديد اليوم بدي أحكي لكم عن تطبيق جدا ممتاز عشان أنت تحول الصور لملف PDF أو ملف Word أو ملف Powerpoint اللي بدك إياه فبالتالي أنت بتقدر تحول صور معينة صور أنت بدك إياها أو بتقدر أنت تصور ورق معين إلك لماديتك أو لدوسيتك أو لمساقك تقدر أنت تصوره تمام وتحوله لPDF أو تحوله لهاي الصياغ اللي ذكرتها بأول الفيديو فبالتالي أصدقائي التطبيق جدا ممتاز وأنا بشوفه صراحة أفضل من كامس كنر ليش؟ لأنه تطبيق مجاني 100% تمام وبرضو من خلاله ما في علامة مائية وفي عليه جميع الخصائص الموجودة في كامس كنر وأكثر إن شاء الله تمام طبعا تطبيق محملينه أكثر من 10 مليون شخص تقييمه 4.6 من 5 من أصل أكثر من نصف مليون مراجعة فهو تطبيق جدا خرافي فعليا خلينا نتعرف على هذا التطبيق وساعدكم فيه أول شي بندخل على التطبيق طبعا التطبيق أصدقائي بدخلك أول ما يدخلك بدخلك على الكاميرا فإنت مثلا بدك تصور مثلا ورقة إليك معينة لاحظ مثلا هذه ورقة بدي أصورها لاحظ أنا إذا رفعت عن الورقة رح يرجعني هو لحاله على جزء الورقة لاحظ برفع رح لحاله يرجعني الحد على جزء الورقة فمثلا أنا حطيت ورقة بصورها أنا صورت الورقة الآن هاي الورقة اللي أنا صورتها أصدقائي بجزر برضو بعد ما صورتها إنو أعدل عليها مثلا في كلمة من فوق مثلا أنا ما بدي إياها تبين فبالتالي إما مثلا بنزل إلى تحت من الجهتين أو من جهة وحدة أنت عندك أكثر من جهة يعني عندك أربع زوايا تتحكم فيهم وعندك برضو هاي المنطقة اللي هي مناطق حدود الصفحات برضو بتقدر أنت تتحكم فيها مثلا هيك تمام آه هيك تمام بس عليك الآن تحط على كلمة تأكيد هون تمام الآن أصدقائي بتقدر برضو أنك تضيف صور يعني أنا برضو بقدر ما إني أضيف صور بدخل مثلا إضافة صور رح يرجعني للكام طبعا هو أنا ما بدي مثلا من الكام نجهز مثلا ورق هون تمام بتضيف الورق اللي بدك يا مثلا هاي تسع ورقات تمام الآن بعد ما ضيفنا التسع ورقات لاحظ الآن صار عندي أكثر من ورقة فبالتالي الآن أنا بقدر إني أتحكم فيهم هذول الورقات بقدر أحذف ورقة منهم هون بقدر أكتب بالحبر تمام بقدر إني أكتب نص معين زي ما بدي بقدر أعمل عوامل تصفي قص إلى آخري بقدر أضيف كمان صور وبقدر أشيل من هاي الصور تطبيق جدا متميز من هاي الناحية مجرد ما كبست على تم مباشرة رح يحولني يحكي لي أنت إيش بدك الآن تحفظهم أول إش يوم تكتب الأنوان طبعا أوكي مثلا تكتب الأنوان اللي أنت بدك إياه مثلا بدي أكتب الأنوان عمر مثلا لاحظة أصدقائي الآن بقدر أعمله PDF تمام وان نوت وان درايف وورد مثلا ومثلا ضروري بس أحكي شغلة مهمة أنه يكونوا موجودات يعني أنه يكون الورد والباوربوينت والوان نوت والوان درايف موجودات على جهازك يعني نزلهم من جوجل بلاي برضو رح أحط لكم رابط تحميلهم تحت في الوصف عشان أريحكم إن شاء الله فأنت الآن يا صديقي كل الفكرة إنك بس تحط حفظ الآن الخطوة المهمة أو الخطوة اللي ممكن هتغلبك حبة صغيرة تمام أي شيء يا الخطوة صديقي هاي إنك تسجل في مايكروسوفت ضروري إنك تسجل في مايكروسوفت إما بتسجل والتسجيل مجاني طبعا إذا ما عندك حساب لكن إذا عندك حساب تعمل تسجيل الدخول فقط أنا عندنا عند حساب بعمل تسجيل الدخول الآن تدخل إيميلك وكلمة السر وبعدها مباشرة راح ينقلك إلى ملف الحفظ تمام راح أدخل إيميلي وكلمة السر وأرجع لكم والآن أصدقائي زي ما أنتوا شايفين أنا دخلت كلمة السر ودخلت الإيميلي الآن هو قاعد بيشتغلي على هاي الصفحات الطبعا هاي هي المعرض هاي صور جاهزة زي ما أنتوا شايفين موجود الصور حاليا زي ما أنتوا شايفين مثلا هاي الصورة تمام الآن قاعد بيشتغلي هون لاحظ بيشتغلي هون وهون على الـ PDF والـ Word زي ما أنا حكيت له هو يشتغلي بهذا الشكل فالآن بستنى لحد ما يكمل تحويل فهو بيأخذ شوية وقت حسب أنت جهازك أوكي هاي يكمل زي ما أنتوا شايفين هاي هون PDF وهون الـ Word الآن الـ PDF لاحظ أنه ما راح يكون في أي علامة مائية هذا الإشي كثير حلو تمام فالتطبيق يا إخواني أصدقائي جدا رائع جدا مميز كثير راح تحبو لما تنزلوه أفضل من كام سكانر صراحة أنا بشوفو هذا هو التطبيق وهو ملف الـ PDF اللي أنا عملته زي ما أنت شايفين هاي هون التسعة صفحات ما في أي علامات مائية برضو زي ما أنت شايفين ما فيش علامات مائية لا في الوسط الورقة ولا على الأطراف ما فيش علامات مائية ولا من فوق ولا أي شيء كله جاهز تمام 100% أصدقائي إلى هون إن شاء الله بيكون خلص الفيديو أتمنى أنه يكون عجبكم الفيديو وعجبكم التطبيق إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطونا لايك تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وتكتبونا كومنت أعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة